السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي عاملين ايه معاكم النهاردة? اه 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 زي كل يوم اه بنقول ونعمل وصفات مع وصفات ماجي حسن حبيبي وحشتوني. ايه رأيكم في الشاوي الجميل ده سمك. اه بربون مع رز مع بتنجان. ما حدش يقول لي السمك ما ينفعش شاوي على الجريل. لأ. حلو جدا جدا. اه مع وصفات ماجي هتلاقي كل جديد. ادخولي الفيديو وعمليني لايك وسبسكرايب. كومنت حلو هتلاقي كل جديد ويلا بينا نشوف الطريقة. معايا سمك انا هنا بربون. ده يعني اعتبر كنا عندي فدي فريزر مش جايبا يعني مسلا واليدي اللاحظة لأ او معايا بتنجان ومعايا آآ فلفل. هي دي الاكلة بتاعتي وفي كبات رز. تمام? هنه هنعمل ايه? هننضف السمك وهنقطع البتنجان. التقطيع الجميلة كده انا ما بشويه بحبه كده. حبه الزغير. بجميل جدا في الشاوي. وانا السمك انا نضفته. وسبت سمكاية بس اورها لكم كده. ان انا بفتحها من انا عند الراس كده. وروح جاية شدة كده بكسرة للحتة الزغيرة دي كده. ومطلعة منخشوش بالآه الحاجة اللي جوه بطن السمكاية. معلش المنظر. بس كده وبخسره كويس جدا من جوه. وآآ بيبقى بحاله بقى زي ما هو كده عشان ما آآ يتبهدلش معنا لان البربون حساس جدا. وخصوصا انه هو انا كان انا جيباته والله وكان غالي كان المنوع امير والصغير ده والله كان بيميت جنيه. المهم معي انا حطيت انا هنا هوة آآ معلقة صغيرة من هريس الشط اللي انا عاملها على القناة برضو. معي راس آآ معلقة حلوة وكمون وبقلبه هحط آآ لموناية حلوة كده. واقلبه واركينه شوية. والطبعا اللي بتنجام اتملح. تمليحة حلوة يعني بحسن اللي بقاش برضو حدق جدا يبقى معقول برضو. وهدخل على الرز هنعمل الرز ازاي? يا دوب يعني معلقة ممكن صغيرة لان الازاز دي ما بتنزلش الزيت كتير يا جماعة. آآ انا جايبها مخصوص عشان خاطر ان انا اعمل بها الزيت باكتصاد كده لان انا مش عايزة دهون كتير. حطيتها دوب معلقة يعني لو معلقة كبيرة لأ ما نزلتش معلقة كبيرة. المهم بقلبها مع البصلوية. وبحط هنا معلقة السكر زغيرة. آآ حد هيقول لي سكر تمه برضو يعتبر من الدهون. لا يعني معلقة السكر زغيرة بما تتوزع على كل واحد هياخد ايه يعني? آآ ربع معلقة. المهم السكر بيساعدني على البصل لان انا اتحمر معايا بسرعة. مش هحط الزيت كتير. عشان احمر البصلية بسرعة لأ. تمام? فانا بحمرها هنا هو كويس شوية يعني مش حمر قوي زي ما يكون فيها الزيت كتير. وبحط هنا بنزل بيتها مطموية وفلفل وتوم. وبافضل اقلب كده طبعا لاني ما فيش جهون في قلب الحلة. فلازم افضل اقلب كده بالمعلقة بحيس ان ما فيش حاجة تتأثر في الحلة من تحت. تمام? وافضل اقلب كده. واجيب وحطها ديتها اشاء مية صغير. عشان التماطم تتبل معايا شوية زمائت بالمنزر ده كده. بقت جميلة. ومع الطوم طبعا مع الفلف عطيتني الحياة حلوة جدا جدا. وحطيت الرز وهغلفه بالحاجة اللي موجودة تحت اللي هو سوس التماطم مع البصل الجميل ده. اقلب واغلفه كويس جدا. بس خلاص اعتبر خلاص كده. وحنزل بالمية ما بحطش مية كتير. ودائما انتم ملاحظين في كل كلامي على سواء رز او محشي او اي حاجة من دي. ما بسواهاش مية كتير. بقى ده بتغلي غلويتين بعد بحط المية. واروح موطية. تسوي بقى على حبة المية مع شوية البخار يعني بتكل حاجة جميلة يعني لمع الجنة مسلا ولا رز طاري ولا الكلام ده. انا كده حطيت المية اهو. خلاص بس هقلبه. حواطي عليه خلاص. وهركانه بقى ايف على العين الواطية. تمام واسيبه ياخد راحته. وهنا انا هدهم بالآ فرشة الجريل بتاعي. كويس وطبعا يكون سخنة جدا طبعا. اهم حاجة في الشاوي اي شاوي اي حاجة اهم حاجة يكون سخنة جدا. عشان ما تنزليها على الجريل ما تلزقش وتطلع معاك بسرعة وانت بتقلبي. حنزلت بالبتنجانة هون. طبعا هيديني الشكل الجميل بتاع الجريل اللي كلنا عارفينه. الشاوي اللي حلو قوي قوي كده بتاعمه كانت تحفى بصراحة. وحقلب بقى فيه واطلع. وعلي النار وواطي بحيس ان انا ما استعجلش انه هو بياخد لون كده وهو يكون ناية. لأ. انا مجرد حتى ما بياخد النار في الاول يبقى عالية كده برجع واطي تاني عشان يستوي. المهم ان هو ياخد اللون بتاعي لانا عن زي ده. وبعد كده قوطي وبعد كده اول مطلعة اعلي تاني. يعني كده بعلج النار معايا زي ما انا شايفة الحاجة قدامي. تمام? وهنا بقلب الرز اللي قيته هو الشرب وزي الفل اهو. بص الواحدة بواحدتها ازاي? هو طبعا لو معمول في الزيت احب بنحبه احمر عن كده. ما يكون بقى وقاليمة سمك بقى بنكل السمك بقى بصيادية فعلا بعمله احمر وطبعا اكيد نزل على القناة عندي كتير احمر آآ غير كده. بس برضو يعتبر ايه? آآ شراء يعني نص بقوله نص العبد ولا تربيته. لا طبع ما يمشيش مع المسل هنا. انا باعرفش في الامثال او الحقيقة. اعملوا لي لايك بقى. هنا بكمل البتنجان. وهدخل على آآ السمك. تمام? بعمل ايه بقى في السمك. انا هنا بقى بحطش السمك في دقيقة. بعمل ايه? بعفر ايه. بحط معلقة دقيقة واحدة. ها? وما اخدش نص كيلو ده ما اخدش السمك اللي دقيقة كله. بعفر ايدي. وارح بمسك السمكية ومتبلها في ايدي كده. بس ما بنزلهش في دقيقة. عشان ما تغرق. ما تخدش بقى زمحنا بنقل بقى ونحطه ونفدر نعفر بقى وبتعلقة. ومسلا ممكن السمكية بقى تغرق بكم طبقة دقيقة. لأ. انا بيعفر ايدي كده وارح جاية ايه? حط السمكية في ايدي. بيبقى خلاص. طبعا الجريلة اهم حاجة ان هو سخن جدا من آآ شاوي البتنجان. هنزل به على احلى حاجة ان هو بتنزله على حاجة تكون سخنة. تمام? ولازم يكون بعيدة عن بعض وكده لان طبعا هو ما فيش جنبه زيت. الزيت مسلا بيبقى فيه حاجز بين السمكية والتانية. لكن ده آآ على الجريلة وما في الزيت فلازم يكون بعيدة عن بعضه عشان لو لازق هيبقى صعبة ان انت ايه? تعمليه من بعض يعني. تمام? اهو بس بقى الليبه جميل جدا ازاي? اهو. وطبعا يعتبر ريحته بتبقى احلى من الالية كمان في الشاوي جميل جدا. اهو. شايفين المنظر? ابدأ بقى ايه? يعني براحة كده واحدة واحدة عليه لغاية ما اطلعه من الجريل. اهو بطلعوش على مناديل كمان لان مش محتاج مناديل انا محتاج اي حاجة. وفي اكل كان حلوة جدا جدا وخفيف وجميل جدا بصراحة. وطبعا البربون مش بياخد سوا كشير زي اي سمك ما بيستحملش عامل زي الجنبري. وقادي الشاوي بتاع السمك بصتوح فازاي? والبتنجان وطبعا لازم ملك الحاجات دي الفلفل طبعا. تمام? بجد حلوة جدا تنتخيلوا بقى ما يبقى اه وجبة زي كده. اه كلها كده سمك ببتنجان برز ماخدتش معلقتين زيت. ماخدتش والله معلقتين زيت. انا عارفة انا بقول ايه وعارفة يعني ايه اللي انا بعمله? هيبص الوجبة وجمالها. بجد جربوها وما تفرحوش بالدهون الكتير وبنزول الادام كتير على الحاجة وبتاع لأ لازم يبقى فيه ومين كده تفاريح كده ما تتبعجي معديدك عن الدهون. ومع وصفات ماجي تلاقوا كل جديد وما تنسونيش في اللايك والشير حبيبي. سلام عليكم.